الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله الباطل صدق الله العلي العظيم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله التي وردت في مصادر العامة والخاصة وبالخصوص وردت في الصحاح العامة هو اسم الماحي من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الماحي وفسر هذا الاسم بالذي بالذي يمحى به الكفر والباطل يعني يمحى بيده الماحي بعبارة أخرى الماحي اسم فاعل على وازن فاعل معنى هذه الكلمة الذي هو يمحو رسول الله صلى الله عليه وآله هو يمحو الباطل يمحو الكفر هنا سؤال الذي يمحو الباطل من هو القرآن الكريم يصرح بأن الذي يمحو الباطل هو الله عز وجل هذه الآية المباركة يمحو الله الباطل آية واضحة فكيف تقول هذه الروايات الصحيحة أن الذي يمحو الباطل هو رسول الله أليس هذا شركاً أن تعطي صفة فعل من صفات الله سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل ليس هذا شركاً جواب هذا السؤال عندنا واضح سهل لا أقول العلماء يعرفون الجواب لا غير العلماء يعرفون الجواب الشباب الصغار يعرفون الجواب القضية جداً سهلة وجداً واضحة عقلائية عقلية روايات شريفة دلت على ذلك الذي يمحو الباطل هو الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الواسطة القضية جداً واضحة جداً سهلة لا تعقيد فيها المشكلة أن هؤلاء الذين يرمون الناس بالشرك كيف يجيبون على هذا السؤال أي شيء أي شيء قلت قال لا هذه صفة لله سبحانه وتعالى إذا أعطيتها لغير الله فأنت مشرك هذه الرواية صحيحة عندكم وردت هذه الرواية في المصادر الصحيحة عندكم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله الماحي بمعنى الذي يمحو الكفر بمعنى الذي يمحو الباطل والقرآن الكريم يصرح بأن الذي يمحو الباطل هو الله عز وجل ما تجيبون كيف تجيبون إن كان ذاك شرك هذا أيضاً مثل ذاك هذه من صفات الله عز وجل طبعاً القضية ليست في هذا الإسم فقط موارد كثيرة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يرمون الناس بالشرك بسبب عدم تفهم هذه المعادلة السهلة أن الله عز وجل بيده الأمور هو جعل وسائط في قضايا هذا يرفع الشرك الذي لا يعرف هذا الجواب ماذا يجيب على هذا السؤال الرواية ليست صحيحة نعم صحيحة عندهم في مصادرهم في مصادرهم الصحيحة وردت هذه الرواية طبعاً عندما أقول في مصادرهم الصحيحة في مصادرنا الصحيحة أيضاً وردت هذه الرواية هذا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث صحيح السند في أكثر من حديث طبعاً في أحد الأحاديث الشريفة الإمام أبو جعفر الباقر صلى الله عليه وسلم يقول إن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم الماحي وفي توراة موسى الحاد ومن يحادد الله ورسوله الحرب رسول الله هو الحاد هو المحارب لمن يحارب الله عز وجل إن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم الماحي وفي توراة موسى الحاد وفي إنجيل عيسى أحمد وفي الفرقان محمد اللهم صلى على محمد وآله هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله علي هو رسول الله الإمام الحسن هو رسول الله الإمام سيد الشهداء هو رسول الله هم نور واحد كل واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو هو في الحديث الشريف محمد علي علي محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد في حديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام هذا الحديث نقله رواه بكير ابن أعين من الثقات الأجلاء قال قبض الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام على ذراع نفسه وقال يا بكير هذا والله جلد رسول الله وهذه والله عروق رسول الله وهذا والله لحمه وهذا عظمه وإني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرض وأعلم ما في الدنيا وأعلم ما في الآخرة اللهم صلى على محمد وآله يقول بكير ابن أعين فرأى الإمام عليه الصلاة والسلام تغير جماعة البعض وجوههم تغيرت المشكلة مشكلة الجهل المشكلة مشكلة أنهم لا يعرفون القرآن فرأى تغير جماعة فقال عليه الصلاة والسلام يا بكير إلا ما موجه الخطاب لبكير أولئك لا أعلم كانوا يفهمون هذه الأمور لا يفهموها يا بكير إني لأعلم ذلك من كتاب الله هذا موجود في كتاب الله لماذا يستغربون هؤلاء إني لأعلم ذلك من كتاب الله إذ يقول وأنزلنا إليك الكتابة بيانا لكل شيء كيف يستغربون هذا موجود في القرآن حاكم بلد يعين وزيرا ويرجع مجموعة أمور إلى هذا الوزير الحوائج المرتبطة بالقضية الفلانية عند هذا الوزير ويأمر الناس من كانت له حاجة ضمن هذا الإطار فليذهب إلى هذا الوزير أنت عندك حاجة من هذه الحوائج لا تذهب إلى الوزير تذهب إلى الحاكم نفسه ألا يغضب منك طبعا يغضب هو بمقتضى حكم جعل هذا الوزير بمقتضى حكم أمركم أن تذهب إلى هذا الوزير هذه حكم فيها أنت بهذه الطريقة تتخطى تتجاوز هذا الوزير تتجاوز هذا الذي جعله الحاكم تذهب إلى الحاكم مباشرة هذه خلاف حكمة هذا الحاكم هذا خدش رافض أمر هذا الحاكم هتكو حكمته أنت بهذه الطريقة هتكت حكمة الحاكم هذا من حقه أن يغضب إن كان حاكما عادلا حكيما من حقه أن يغضب خالفت أمره مشيت خلافت الطريقة التي جعلها فكيف بالحاكم العادل الحكيم المطلق عز وجل الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل بينه وبين خلقه وسائط وبين ذلك بكل وضوح بصريح العبارة وأمر الناس أن يذهبوا إلى هذه الوسائط بصريح العبارة الله عز وجل يقول وابتغوا إليه الوسيلة ابتغوا آمر الأمر ظاهر في الوجوب كل شيء ينتهي إلى الله وكل شيء من الله عز وجل ولكن حكمته اقتضت أن يكون هناك واسطة بل وسائط بينه وبين خلقه شخص يقول لا هو إلهي أنا أريد هذه الأشياء كلها مباشرة من الله عز وجل هذا هتك حكمة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال وابتغوا إليه في أي بعد ما قال في أي بعد ما حدد بعدا معين قال وابتغوا إليه الوسيلة يعني ماذا؟ يعني في كل الأبعاد يعني في كل مجال لا تذهب إلى الله عز وجل بدون وسيلة بدون واسطة في كل الأبعاد الأبعاد كثيرة مثلا أذكر لكم ثلاثة أبعاد البعد الأول في معرفة الله عز وجل أثمن شيء في حياة الإنسان أعظم شيء قيمة في حياة الإنسان معرفته بخالقه عز وجل بالله عز وجل في معرفة الله سبحانه وتعالى هذه القيمة العظمى جعل وسيلة أم لا؟ جعل وسيلة شخص يجلس يقول إلهي أنا لا علي بالوسائل لا علي بالوسائط أريد أن تعرفني نفسك مباشرة مليون سنة أجلس هكذا ومليون سنة أدعو الله الله عز وجل لا يعطيك يعطيك يعرفك نفسه مباشرة من دون وسائط أبدا سوف لا تعرف الله عز وجل وسوف لن تعرف الله عز وجل الله عز وجل قال تريد أن تعرفني أعظم قيمة أعظم شيء أعظم حاجة تريدها اذهب إلى محمد وآله محمد صلى الله عليه وسلم البعد الثاني بعد تعلم ما يرضي الله عز وجل وما يسخطه يعني تعلم أحكام الله عز وجل من الذي يعلم أحكام الله هو الله طبعا من الله عز وجل كل شيء من الله الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء الهام في حياة الإنسان عبر الوسائط شخص يقول إلهي أنا لا علي لا بالأنبياء لا بالأوصياء لا برسول الله لا بأوصيائه أنا أريد أن تعلمني أحكامك مباشرة ولا أذهب إلى أي أحد بأي ذك الأشياء كلها بأي ذك الأشياء كلها أن تعلمني مباشرة علمني كيف الصلاة كم هي الصلاة في أي أوقات ما هي شروطها الصوم كيف يكون الحاج كيف يكون واجباتي ما هي المحرمات ما هي يطلب من الله عز وجل أن يعلمه أحكامه مباشرة الله يعطيه لا أقول أحكامه حكم واحد لا يعلمه الله عز وجل مباشرة يتمكن الله عز وجل نعم يتمكن ولكن هذه خلاف حكمته حكمته اقتضت أنه يجعل واسطة بل وسائل وسيلة بل وسائل بينه وبين المخلوقين تريد أن تعرف أحكامي يلزم أن تمشي عبر الطريق الذي أنا أمرتك الله وإلا سوف لن تتعلم أحكام الله عز وجل أبدا سوف لن تتعلم حتى حكما واحدا من أحكام الله عز وجل إلا عن طريق من نصبهم من جعلهم وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه في حديث صحيح الإسناد الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلى الله عليه وسلم عليهما يبين البعد الأول والبعد الثاني من الأبعاد التي في هذا المجال يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الشريف الكافي الشريف المجلد الأول صفحة 181 قال عليه الصلاة والسلام إنما دقيقوا في العبارات إنما يعرف الله عز وجل ويعبده إنما إنما أداة حاصر يعني فقط هذا هو الذي يعرف الله فقط هذا هو الذي يعبد الله عز وجل إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ظلال اللهم صلى الله الذي لا يعرف إمامه منا أهل البيت يعرف ويعبد غير الله هو يقول أنا أعرف الله لا يعرف الله هو يقول أنا أعبد الله لا يعبد الله البعد الأول تريد معرفة الله عز وجل يلزم أن تذهب إلى الواسطة قل إلهي عرفني نفسك ثم اذهب إلى رسول الله إلى أهل البيت قل عرفون الله عز وجل البعد الثاني معرفة أحكام الله تعلم أحكام الله عز وجل قل إلهي علمني أحكامك ثم اذهب إلى رسول الله وأهل البيت عليه الصلاة والسلام قل علموني أحكام الله البعد الثالث كالبعد الأول والثاني بالضبط الحوائج عندك حاجة من الذي يعطي الحوائج الله عز وجل لماذا أذهب إلى غيره أنا أقول إلهي أعطني حاجتي إلى يوم القيام وأدعو لا تعطى حاجتك لا تعطى حاجتك لا تعطى ربما تعطى شيء ولكن الذي تعطى ليس هو الشيء الحسن كما أن الذي لا يأخذ أحكامه من الواسطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يحصل على أحكام ولكن أية أحكام كما أن الذي يبحث عن معرفة الله عز وجل ولا يذهب إلى الواسطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يحصل على معرفة ولكن أيها معرفة يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ظلال الذي الذي يطلب حوائجه من الله عز وجل يقول إلهي أنا أريد حوائجي منك أنا لا أقول يا علي أقول يا الله خلص لا تقول لا بأس لا تعطى حوائجك تعطى شيء كما أعطي أولئك في المعرفة والأحكام هذه خلاف حكمة الله عز وجل هذا هدك حكمة الله عز وجل الله عز وجل بصريح العبارة يقول وابتغوا إليه الوسيلة أنا أقول لا أنا لا أريد وسيلة الأمر بيدك أنت تفهم الحكم أصلا الله سبحانه وتعالى يقول في آية قرآنية أخرى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يا أخي القضية واضحة أنا حقا أتعجب كيف بعض العقول لا تستوعب القضية واضحة الذي يريد أن يأخذ شيئا من الله عز وجل مباشرة هذا يهين والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى هذه إهانة لله أنت بمستوى أن تأخذ شيئا من الله سبحانه وتعالى أصلا من أنت لا أريد واسطة ولذلك الآية القرآنية تقول هؤلاء ما قدروا الله حق قدره هؤلاء ما أهن الرسول هؤلاء أهن الله تتمكن أن ترتبط ارتباطا مباشرا بالله الله الله تعلم من هو الله عز وجل جبرائيل سيد ملائكة الله عز وجل الذي بيده كل الكون لا كل الكائنات جبرائيل جبرائيل قائد هذه المخلوقات الضخمة جبرائيل لا يتمكن أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا مباشرا أن أتمكن جبرائيل يأخذ بوسائط جبرائيل يطلب حاجاته بوسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى مخلوق هذا المخلوق ما هو شرحناه سابقا الروح شرحناه حسب الروايات الشريفة أنا أريد لا أنا لا أقول يا حسين لا أقول يا علي أنا أقول يا الله جبرائيل لا يقول يا الله مباشرة لا يتمكن أنا لا أقول الإنسان لا يقول يا الله يقول يا الله ويقول يا محمد كما يقول إلهي عرفني نفسك وأذهب إلى رسول الله وأقول يا رسول الله عرفني الله كما أقول إلهي علمني أحكامك وأذهب إلى رسول الله وأهل البيت أقول علموني أحكام الله عز وجل أما لا أريد مباشر شيء مباشر ما قدر الله حق قدره هؤلاء لا يعرفون الله هذه إهانة والعياذ بالله والعياذ بالله لله عز وجل تتمكن تتصور أنك بمستوى ترتبط بالله سبحانه وتعالى هذه إهانة لمن هذا استعظام لنفسك أكثر من اللازم والعياذ بالله والعياذ بالله استصار لله عز وجل نوح سيد من سادة خلق الله عز وجل وقع في كرب عظيم القرآن الكريم يسميه كربا عظيما أراد أن ينجو من هذا الكرب العظيم ماذا قال أترك الرواية الشريفة أخذ القرآن القرآن الكريم يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نوح ماذا نادى نادى يا الله فقط إذن لماذا نادانا أنتم عرب لماذا الله عز وجل ما قال ولقد ناداني نوح المتكلم وحده يلزم أن يقول ناداني نادانا يعني ناداني أنا ونادى غيري الوسائد أنا مرة أقول جاءني مرة نحن مجموعة أقول جاءنا فلان جاءنا يعني أنا وغيري نادانا يعني نادى نوح أنا وناد إياي ونادى نوح غيري ممن جعلته وسائط ولقد نادانا نوح من الذي أجابه الله عز وجل أجابه إذا الله عز وجل أجابه فلنعم المجيب أنا لماذا الله عز وجل يقول فلنعم المجيبون المجيبون جمع أم لا هذا هو الجمع أم لا كلكم تعرف الله ما قال فلنعم المجيب أنا قال فلنعم المجيبون نحن لا أنا عندما الله عز وجل يتحدث عن مقام ألوهيته يقول إني أنا الله رب العالمين إني لا إنا أنا لا نحن ولكن عندما تصل إلى هذه القضية قضية طلب حاجة طلب نجاة من الكرب العظيم من قبل نوح لا من قبل إنسان عادي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نادى من نادى يا الله قطعا ونادى يا محمد ونادى يا علي ونادى يا فاطمة ونادى يا حسن ونادى يا حسين اللهم صلى الله عليه وسلم فلنعم المجيبون من أجابه الله عز وجل أجابه الله عز وجل أجابه رسول الله أجابه من الذي أعطاه من الذي نجاه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه لا ونجيته ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الله عز وجل نسب نجاة نوح إلى نفسه فقط لا إلى نفسه وإلى رسول الله وإلى البيت للوسائط صلوات الله عليه يا أخي هذا نوح العظيم يعرف بأنه يحتاج إلى واسطة إلى الله عز وجل نادانا يكون وأنا لا أنا أقول يا الله لا أقول يا علي لا تقول الذي لا يقول يا علي كأنه ما قال لا يا الله كما أن الذي لا يذهب إلى رسول الله وأهل البيت في معرفة الله عز وجل سوف لا يعرف الله كما أنه الذي يذهب إلى الله عز وجل لا يذهب إلى رسول الله وأهل البيت لتعلم الأحكام الشرعية سوف لا يتعلم ولن يتعلم هذا الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه حذف المتعلق يفيد العموم يعني الشمول يعني في كل شيء في كل شيء بينك وبين الله عز وجل يلزم أن تجعل واسطة أنت لست بهذا المستوى كل البشر ليسوا بهذا المستوى إذا لم يكن نوح العظيم الرسول الكبير من أولي العزم إذا نوح ما كان يتمكن أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا مباشرا غيره ماذا يقول إذا في الحاجة العظمى لك وهي معرفة الله عز وجل تحتاج إلى واسطة في الحاجات العادية كيف تتمكن أن تأخذها من الله عز وجل مباشرة تقول يا الله فقط الخلاصة ثلاثة أمور أولا تريد معرفة الله عز وجل اطرق باب رسول الله وأهل البيت وإلا سوف لن تحصل عليها ثانيا تريد تعلم أحكام الله عز وجل ما يرضي الله وما يسقطه اطرق باب أهل البيت وإلا سوف لن تحصل عليها ثالثا عندك حاجة دنيوية دينية أخروية حاجتك الجنة حاجتك العقيدة السليمة الصحيحة حاجتك أمور دنيوية حاجتك الرزق حاجتك شفاء اطرق أبواب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإلا سوف لن تحصل عليها لو حصلت على شيء فهو الغلط فهو الشيء السيء كما حصل على المعرفة الباطلة من لم يطرق باب أهل البيت يحصل على شيء اسمها اسمه معرفة وليس معرفة هو جهد الحوائج بالضوت هكذا يا الله ويا علي يا الله ويا حسين يا الله ويا فاطمة يا الله ويا محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وعلى محمد نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأسماء العظيمة بمقام رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة